السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يرب تكونوا كويسين وبخير وصحة ان شاء الله النهاردة فيديو جديد بعد ما عملنا الفيديو الاول اه التجريبي للقناة ان شاء الله منتظر ان حضركم اه تتابعوني على القناة لانه انا هنزل لحضركم فيديوهات في كل المجالات هدف القناة الاول ما يبقاش في حاجة اسمها احتكار لحاجة كل المعلومات اللي حضرتك عايزها عن مجال الكمبيوتر والربح من الانترنت هتلاقيه هنا وفي كل حاجة تخص الربح من الانترنت الفيديو اللي بنقدمه النهاردة لكل الناس ولكل الفئات اليوزر اللي عادي المبتدئ اللي بيستخدم الانترنت لأول مرة هيتعلم معانا ازاي يربح من الانترنت ومن اول دقيقة ومن اول ثاني هتبتدي تحقق ارباح من الانترنت من خلال الفيديو بتاع النهاردة تابعوني اتمنى حضرتك تعمل اشتراك للقناة او اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله بعد ما تكمله للاخره النهاردة الفيديو هيكون عن عملة اسمها عملة البري والعملة دي زي البيتكوين والعملة دي انت تقدر تحقق منها ارباح يومية من استخدامك للانترنت طب انا هعمل ايه عشان احصل على العملة مش هتعمل ولا حاجة انت هتستخدم الانترنت لاستخدام العادي بتاعك اللي هو سيرش بتسيرش على جوجل بتسيرش على جوجل مابس بتسيرش على جوجل صور بتسيرش على اليوتيوب بتسيرش على بينج بتسيرش حتى على دومين لو انت بتشتغل في مواقع الانترنت بتسيرش على دومين في جو دا دي بتسيرش على حاجة على الساوند كلاود بتسيرش على حاجة على موقع من مواقع كتير قوي بيقدمها لك موقع بري سيرش ان انت تسيرش عليها طب الفرق بين السيرش اللي انت بتسيرشه هنا او البحث اللي انت تبحثه على موقع بري سيرش والبحث اللي على جوجل هنشوف مع بعض موقع جوجل الاول ونجرب عملية بحث ده موقع جوجل هبتدي الأول أبحث عن حاجة وليكن شخصية نيوتن تمام ده إصحاق نيوتن وده شكل الصورة أو شكل أسف المحرك البحث جوجل وده شكل النتائج البحث اللي طلعت لي تمام هبتدي أبحث على بريسيرش عن نيوتن ده جوجل تمام نيوتن ده شكل الصفحة ده صفحة الأولى وده الصفحة الثانية وعشان ننزل بعض كده ده صفحة الأولى وده صفحة الثانية تمام طيب صفحتين شبه بعض بالضبط خلينا نجيب نيوتن صور على جوجل العادي جوجل العادي دي الصور بتاعته فخلينا نروح على موقع بريسيرش تمام ونبحث في بحث الصور ده جوجل صور وهنجيب نيوتن دي الصور اللي ظهرت اعتقد مفيش فرق بين البحث هنا والبحث هنا طبعا هنا اختلاف اللغة مخلي النتائج البحث مقلوبة بس هي دي نفس الصور وهو ده نفس البحث طيب احنا عملنا ده على جوجل تعال نجرب ده على يوتيوب هنختار يوتيوب وهنبحث عن شخصية نيوتن دي النتائج اللي طلعها لي على اليوتيوب تعال نشوف احنا موقع اليوتيوب اهو وهنبحث عن شخصية نيوتن نفس النتائج نفس الفيديوهات نفس الشكل بالضبط بس في كل مرة انا عملت فيها عملية بحث لو انت اخدت بالك في اول الفيديو وتقدر ترجع من الاول وتشوف كنت بدأ وانا هنا عندي واحد بري دلوقتي بقى عندي واحد وخمسة وسبعين بعد ما بدأت الفيديو كل عملية بحث اخدت عليها خمسة وعشرين من مية من البري يعني اربع عمليات بحث بيعملولي واحد بري الفكرة اجمالا نتائج بحث معينة انا بعملها كل يوم اقدر احقق عن طريقها دخل ودخل اقدر ان انا استخدمه كدخل اضافي طب ليه ما اعملش كده طيب هو الموقع ده هيقدم لي الخدمات دي بس لا اه انت لو جيت عملت هتلاقي انه عندك كل المواقع او الخدمات اللي بتستهلك او بتستخدم بشكل يومي عن طريق كل الناس اللي بتشتغل على الانترنت او بتستخدم الانترنت هتلاقي جوجل بلاي ميوزيك هتلاقي امازون هتلاقي الويكيبيديا هتلاقي تويتر هتلاقي فيسبوك هتلاقي مواقع كتير اوي طبعا خدمات جوجل كلها جوجل بلاي وجوجل مابس كل الخدمات اللي انت عاوز تستخدمها في حياتك هنشرح ازاي هتقدر تفعل الخدمات دي وهنشرح ازاي المفروض ان انت تسجل في الموقع ده قبل كل حاجة رابط تسجيل هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو فهتدوس عليه هيدخلك على صفحة التسجيل هتبقى بالشكل ده لما حضرك هتدوس على الرابط هيدخلك للصفحة اللي انت شايفها قدامك دي صفحة بسيطة جدا كل اللي عليك ان انت هتحط mail password وتconfirm password تكرره مرة كمان طبعا انا عندي account ومكاريته قبل كده فهعمل account تجريبي تاني دلوقتي علشان حضرككم جميعا تشوفوا ازاي طريقة تسجيل سهلة وبسيطة ومش تاخد مننا وقت وازاي الفرصة دي مش المفروض ان حضرتك تضيعها هنعمل password هنأكد ال password مرة كمان وبعد كده هنعمل انه احنا موافقين على الشروط وانه انا مش رابوت بعد كده هبتدي sign up now خلاص هو سجل هبتدي هو بيقول لي انه انت لو عاوز تعمل tour التور دي بيعرفني منها انه هنا العملة اللي هي البري وانه انا كل عملية بحث هقدر ان انا اجني او احقق من خلالها 25 بري البري طبعا هو جزء من التوكن وهنقول ايه هي توكنز دلوقتي بيقول لك ان انت عندك اتنين وتلاتين عملية سيرش متاحة كل يوم هتقدر تحقق منهم تمانية بري توكن كل يوم انت متوفر لك امكانية ان انت تسيرش اتنين وتلاتين مرة والاتنين وتلاتين مرة تحقق من عن طريقهم فلوس طبعا احنا هنعمل escape من التور عشان اشرح لكم بسرعة اول حاجة اللي هم المواقع اللي هي قدامي اللي انا متاح ان انا اسيرش فيها انا دلوقتي ده جوجل مثلا عندي هنا فيسبوك عندي هنا تويتر انا عاوز يعني اغير المواقع دي للمواقع اللي انا باستخدامها فهعمل customize هبتدي اشيل الحاجات انا مثلا بستخدم محرك بحث زي بنج هبتدي احطه هنا بستخدم حاجة تانية زي صور جوجل هبتدي احطها هنا بستخدم جودة دي عشان اسيرش على دومينات مثلا في الشغل بتاعي هبتدي احطها طبعا الكليك مجرد انه انا اسحبها احطها فوق مفيش مشكلة او انه انا اكليك عليها فتطلع علي فوق بستخدم الفيسبوك هحطه فوق بشتغل دروب شيبنج ومحتاج امازون او اي با اي موجود وبرضو هي نفس النتائج البحث بحتاج الساوند كلاود بسيرش على حاجات فيه طيب انا دلوقتي عندي مجموعة مواقع انا بستخدمها طبعا زي ما قلنا في تويتر في ويكيبيديا في يوتيوب استخدم يوتيوب فحطه برضو فوق طيب انا دلوقتي بقى عندي المواقع دي لو انا رحت دخلت على بريسيرش الا اي هي دي الحاجات اللي انا اخترتها بنج و جوجل سور و جودادي و فيسبوك و اي باي و ساوند كلاود و يوتيوب طبعا لو عاست اغيرهم او حبيت اغيرهم مرة كمان بغيرهم مفيش مشكلة انا دلوقتي عندي سفر بري المفروض انه انا اعمل افديت للاكاونت بتاعي المفروض انه انا دلوقتي لفل خمسة اول حاجة انت عندك هنا اللي بتستطبها على كروم كروم دي لكل المتصفحات اللي بتستخدم تكنية الكروم او مبنية على تكنية الكروم جوجل كروم بيستخدم تكنية الكروم يوسي بيستخدم تكنية الكروم كمودو بيستخدم تكنية الكروم تورشي بيستخدم تكنية الكروم كل المتصفحات دي بتستخدم تكنية الكروم عندنا هنا طبعا الفيرفوكس طيب الاكستنشن لو انا دخلت عشان اصطب الاكستنشن انا دلوقتي على جوجل كروم الاكستنشن ده قدامي هو ده بتاع محرك البحث ما أثبته هيبقى في البار فوق زي اختصار هقدر من خلاله إن أنا أجيب محرك البحث وادخل عليه مباشرة الأضافة دي بس بيستخدمها 95500 واحد على أسف المتصفحات اللي بتستخدم تكنية الكروم الاكستنشن خلصنا منها نعمل أفديت للبروفايل بتاعي هاتي دي أدخل البيانات بتاعتي الاسم اللي أنا عاوز يظهر فوق يعني اسمي بتاعي واسمي الزهور طبعا ده النوع ميل أو في ميل وبعد كده الدولة كل الدول متاح يعني كل الدول متاح ما فيش دولة مش متاح أي دولة طبعا احنا متكلم الدول العربية كل الدول العربية متاحة بعد كده دي المحفظة وده عشان هنسحب الفلوس مستقبلا فالبيانات دي لازم تبقى موجودة وهنتكلم برضو على فكرة المحفظة وازاي بسحب الفلوس طبعا أنا ده أكاونت جديدة خلاص أنا عندي برضو وإمكانيات أنه أنا أحط الداتا بتاعتي كلها وإن أنا أعمل update وإن أنا أزبط الـ setting بتاعة الموقع زي ما أنا شايف في عندي كمان إنه أنا إمكانيات أنه أنت تخلي ناس تسجل عن طريقك طبعا الفلوس دي أنت بتقدر تسحبها لما بتوصل ألف بري قبل ألف بري أنت ما بتقدرش تسحب الفلوس بتاعتك المفروض أنه المكسيموم اليومي هو ألف بري والحد الأدنى برضو هو ألف بري طبعا الألف بري ده أنت لو جيت حسبتها في الشهر أنت تقريبا متاح لك حوالي اتنين وتلاتين عملية بحث في اليوم تقدر تحقق منهم زي ما قلنا تمانية بري هنجيب الأدنى الحسبة ونشوف أحقق في اليوم تمانية بري في تلاتين يوم تقريبا متين واربعين بري ده رقم كويس قوي من غير ما عمل أي حاجة من غير ما عمل أي حاجة طبعا فيه أوبشن تاني أنه أقدر زي ما احنا شايفين دي البيانات بتاعت البري وأنه أنا المفروض أن يكون معايا ألف بري فألف بري عشان أقدر أسحابهم طبعا هنا فيه أوبشن تاني اللي هو أو الدعوات المفروض أنه أنا عندي هنا هاجي أنزل تحت هعمل أنه أنا أجري على موضوع الدعوات ده أنا مجرد أنه أنا أدعي أشخاص ده دلوقتي رابط الدعوة بتاعي أنه أنا أقول الأشخاص تانيين أنه هم ما يسجلوا في الموقع ده عن طريقي أنا بحقق بيقول هنا أنه أنت تقدر تحقق 25 توكن بونس في كل حد هيسجل عن طريقك بشرط أنه هو يفضل مستمر لمدة 60 يوم الموضوع كله عبارة عن فكرة وفكرة بتحقق منها أرباح تقدر تسحب الفلوس دي بعد كده على المحفظة الموقع ده مبني على موقع تاني لو إحنا شفنا الموقع ده هو research.org بمجرد أن أنت بيكاريت أكاونت على research.org بيكاريت لك أكاونت تانية على موقع وده الجزء التاني من الموقع وده اللي بتقدر تتعامل من خلاله في أن أنت تسحب الفلوس بتاعتك أو أن أنت تشتري توكنز عن طريق الموقع وكمان بيعرفك الداتا بتاعتك عن طريق برضو هنا في دعوات برضو ضربة دعوة تاني بيبقى عن طريق اللي هو بس إحنا شغلنا كله حاليا في الوقت ده هيكون على research.org يعني الفيديو ده هيكون الدرس الأول من أن أنت تتحقق عن طريقه الأرباح بعد كده هيكون في عندنا فيديو تاني إزاي نسحب الأرباح بتاعتنا دي من research قبل ما نقفل الفيديو عاوزين نشوف ال research دي أو عملة ال bri أسف بتقابل قد إيه أو بتسوي قد إيه من الدولار وتاريخ العملة دي إيه وهي موجودة ولا مش موجودة هندخل على موقع بري سيرش برضو عشان نستفيد من ده وهنكتب هنا بري سيرش أوكي بري سيرش ن يو اس دي هنشوف العملة دي بتقابل قد إيه من عملة الدولار وأنا حقق رب حقد إيه تقريبا من نعم العملة دي دلوقتي زي ما احنا شايفين هي عندها يعني زيادة النهاردة 14% 14% عن مبارح طبعا العملات دي أو عن ساعة فاتت أو عن ديئة فاتت العملات دي عملات رقمية بتطلع وبتنزل طبعا حضركم عارفين أنه عملات زي البيتكوين وغيره 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 بتطلع وبتنزل في أي لحظة طيب تاريخ العملة دي ايه العملة دي بدأت ديسمبر يوم خمسة ديسمبر 2017 طبعا العملة دي وصلت لأن قيمتها السوقية تبقى حوالي 72 سنت 72 سنت وهنا كمان اهو اكتر من 72 دخل على 73 سنت في تاريخ اه تسعة يناير 2018 اللي هو اول السنة اللي فاتت او من سنة فاتت طبعا العملة نزلت اه لحد توقيت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي وبقت بتساوي اه 26 من 100 من الدولار يعني اه بتساوي تقريبا العملة النهاردة اتنين سنت ونص تقريبا او اكتر من اتنين سنت ونص اه طبعا ده مش مبلغ صغير لأنه انا بكسب الفلوس دي من لشيء اوكي وبشكل يومي انا الاثنين وتلاتين عملية بحس يومية انا اقدر اعملهم اه في خلال اقل من عشر دقايق اه فخلال خمس دقايق كمان اه اقدر اعمل العمليات البحس دي على طول انا حتى لو استخدمت الانترنت استخدام عادي بتاعي هعمل اكتر من خمسمائة عمليات بحس وانا قاعد في الطايم اللي انا هستهلك فيه الانترنت سواء انا قاعد على الفيسبوك او غيره وزي ما قلتلك انت متاح عندك ان انت اه تجيب الفيسبوك وتسيرش عليه اه تجيب اي موقع من الموقع اللي انت بتستخدمها بشكل يومي وتسيرش عليها طبعا العملة بتنزل نزلت اه زي ما انت شايف هنا هي نزلت لحد ما وصلت ل 22 من 100 يعني حوالي 2 سنت و 2 من 10 اه ده ده الشكل ده هي بتطلع تاني طبعا العملات دي بتطلع وبتنزل ممكن فجأة تلاقي العملة دي بقت امتها عالية قوي وفي الحالة دي هي تحقق معاك ربح كبير جدا عشان كده انا كتبت انه الربح ممكن يوصل لخمسمائة دولار ممكن يوصل ل 10.000 دولار كلنا عارفين طريقة عملة البيتكوين وازاي وصلت العملة لارقام كبيرة جدا لو وصلت ل 11.000 و 12.000 دولار للكوين الواحد من بيتكوين فالعملة دي كمان ممكن توصل لارقام كبيرة العملة دي هتكسب من وراها فلوس وانت قاعد حطط رجلة على رجلة بمعنى الكلمة او بكل ما تحمل الكلمة من معنى فانا المبلغ ده انا ممكن استثمره في حاجة لو انا جيت هنا قلت انه انا حققت 1000 بري في اليوم او البري في قصد الدولار تقريبا انا لما اجيس حب ال 1000 بري بالقيمة بتاقي دلوقتي انا حسبتها على الموقع ده لقيتها بتلاتين دولار 1000 بري ده انت ممكن تحققه بكل سهولة وبعد كده هقول لحضرتك ازاي تسحب الفلوس دي في فيديو تاني ان شاء الله اتمنى الفيديو يكون عجبك واستنى مني حاجات تانية كتير حضرتك بتشتغل في اي مجال من مجالات الربح من الانترنت عندي افكار لحضرتك جديدة ان شاء الله مش هبخل على حضرتك بمعلومات هقول لحضرتك المعلومات اللي عندي كلها وان شاء الله تقدر ان انت تتحقق فلوس سواء كنت محترف او كنت مبتدأ يا ريت حضرتك ما تبخلش علي بالمتابعة ان شاء الله هدف القناة انه احنا زي ما قلت لحضرتكم مش عاوزين حاجة تبقى حكر على حد كلنا نقدر نحقق ارباح حضرتك ممكن تقدر تحقق حاجات احسن مني في مجالات انا دخلت فيها وفشلت فيها او ما قدرتش حقق فيها لكن ممكن يكون عندي معلومة اديها لحضرتك تقدر ان انت تستخدمها في المستقبل شكرا لو حضرتك وصلت للمنطقة دي من كلامي واتمنى يكون الفيديو كان لطيف وخفيف على حضرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة